توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الصينية بيكين للمشاركة نيابة عن الرئيس سيسي في منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاكا والذي ينعقد بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي وعددا من الجلسات رفيعة المستوى حيث سيلقي مدبولي كلمة مهمة خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء على هامش المنتدى سيعقد رئيس الوزراء مجموعة مهمة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الصينيين والأفارقة هذا فضلا عن عدد من المقابلات مع مسؤول أبرز الشركات الصينية ومن بينها شركات صينية بارزة عاملة في السوق المصرية من المخطط أن يشهد رئيس الوزراء على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هذا فضلا عن عدد من الاتفاقات المهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترجمة نانسي قنقر